جبال الشاهقات على المدى تخشعنا عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في تغطية جديدة وهذه المرة مع مسك الختام الحفل الختامي لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوة وتفسيره في دورتها التاسعة والثلاثين هذا الحفل يقام برعاة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وبحضور وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة قرب المقام الكريم والمطاف العظيم وزمزم والحطيم وتزيد المناسبة فخرا ويكتمل القمر بدرا بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة نيابة عن راعي المسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله بنصره وفي تشريف سموكم الكريم لهذه المسابقة القرآنية العالمية تكريم لأهل القرآن وتشجيع لحفظة كتاب الله تعالى تأسياً بولاة أمرنا منذ تأسيس هذه البلاد المباركة وعنايتهم بالقرآن الكريم جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم وجمعكم مع أهل القرآن في الدنيا والآخرة أعزائي المشاهدين معنا في هذه اللحظات الأمين عامل المسابقة الدكتور منصور السميح السلام عليكم وعليكم السلام حياك الله أخي الكريم دكتور منصور بعد النجاح البار هذا ما هي الكلمة التي تريدون أن توجيهها بهذه المناسبة والله مشاعرنا كبيرة الحمد لله حضرنا عرص جميل بحضور أمير منطقة مكة بالنيابة أمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز مشكور وجزاء الله خير شرف وكرم أهل القرآن الكريم 81 دولة و 121 متسابق والذين فازوا وحصلوا على الجواز 12 متسابق حصلوا على مليون و 145 ألف ريال ليس بمستغرب على بلد المملكة العربية السعودية بلد العطاء بلد القرآن بلد الحرمين نحن سعداء بحضور حقيقة هذا العرص الجميل وهذا الذي حضر عمار بيت الله الحرام إن شاء الله نقول أننا في خدمة أهل القرآن وخيركم من تعلم القرآن وعلمه وإن شاء الله عاما بعد عام أفضل وأجمل وأحسن إن شاء الله تنظيما وترتيبا ودعما ومؤازرة لأهل القرآن الكريم رسالة أو وصية حبا تصير للفائزين فائزين وصيهم إن شاء الله أنهم يواصلوا حفظ كتاب الله عز وجل الذين حصلوا عليه ليس باليسير ولا يحصل عليه أي إنسان فهي نعمة عظيمة يجب أن يحافظوا عليها القرآن الكريم نور وحقيقة الكلمات التي استمعنا إليها في الحفل الختامي كانت كلمات رائعة تؤكد على أن المسلم وعندما حافظ القرآن الكريم نعمة عظيمة أن يستمر بالحفظ والإتقان وأن يطلع إلى أن يكون بإذن الله هذا القرآن خير وبرك عليه وإن شاء الله أنا أقول أن هؤلاء الشباب هم رسل في بلادهم خصوصا أن هذه مسابقة دولية والفائزون من جميع القارات فهذه نعمة عظيمة أننا إن شاء الله نكون ممن شملتهم الخيرية وينفع الله بهم في بلادهم وأوطانهم فاز في الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملا مع التفسير المركز الأول في الفرع الأول أحمد بن عبد العزيز العبيدان من المملكة العربية السعودية فاز بمئتين وخمسين ألف ريال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا أعزاء مشاهدين معنا في هذه اللحظات الفائزة الأول بالفرع الأول بمسابقة الملك عبد العزيز السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أول عرفنا بنفسك ومن أي دولة؟ أحمد بن عبد العزيز بن إبراهيم عبد ويدان ممثل المملكة العربية السعودية في المسابقة الدولية في الفرع الأول شعورك أحمد وأنت حاصل على المركز الأول في الفرع الأول اللهم لك الحمد شعور لا يوصف الحمد لله أكرم من الله بهذا المركز في الحقيقة كان أمني أهلي لكنها تحققت ولله الحمد أسأل الله أن نزغني إخلاص في القول والعمل وأن يعيني على تحمل هذه المسؤولية لمن تهدي هذا الفوز؟ والله أهدي هذا الفوز أولا لوالدي الكريمين ثم أهدي هذا الفوز لبرنامجي الماهر يعني لو لا الله ثم هذا البرنامج لا ما وصلت إلى هذه المرحلة هو الذي بدأ معي في أول مشواري وأهلني من حيث حسن الأداء والتجويد والإتقان والتفسير وكلمة شكر لمن توجهها؟ كلمة شكر للقائمين على هذه المسابقة في الحقيقة هذه المسابقة في أطهر بقعة في الأرض الشيء الوحيد الذي شدني في هذه المسابقة حسن التنظيم والترتيب صراحة نشكرهم ولهم منا خالص الدعاء كلمة أخيرة أو رسالة أخيرة تحب أن توجهها بهذه المناسب؟ مسألة أخيرة أوجهها للشباب الذين ابتدأوا في طريق حفظ القرآن أقول لهم اجتهدوا وثابروا وتوكلوا على الله فمن توكل على الله كفاه المركز الثاني في الفرع الأول فيصل محمد أول من نيجيريا فاز بمئتي ألف ريال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب حساب أعزائي المشاهدين معنا في هذه اللحظات الفائز الثاني بالفرع الأول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ما اسمكم من أي دولة أنت؟ فيصل محمد أول من نيجيريا الفائز الثاني في الفرع الثاني في الفرع أول ما هي مشاعرك وأنت الفائز الثاني بالفرع الأول؟ لا أدري ما أقول لا أدري ما أقول الفرح في القل لكن الوجه يبدو لمن تهدي هذا الفوز؟ لولدي ومشايخي كلمة شكر لمن توجهها؟ وجهها لمملكة العربية السعودية والأمانة العامة المسابقة الفائزون في الفرع الثالث المركز الأول عبدالله عيسى حسن علي من مملكة البحرين فاز بستين ألف ريال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإن على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون أعزائي مشاهدي معنا في هذه اللحظات الفائز الأول بالفرع الثالث من دولة البحرين السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مشاعرك في هذه اللحظات وأنت الفائز أو الفارس الأول بالفرع الثالث بسم الله والصلاة والسلام ورسول الله وعلى صحبه ومن ولا وبعد طبعا شارك مسابقة الملك عبد العزيز باختيار من وزارة الشؤون والأوقاف في مملكة البحرين الحمد لله تأهلت أني أشارك في مسابقة الملك عبد العزيز وصراحة المنافسة كانت قوية لكن الحمد لله يعني الله وفقنا في التصفيات الأولى في التصفيات النهائية أيضا وطلعنا المركز الأول فالحمد لله أولا لمن تهدي هذا الفوز؟ هذه الفوز لخصوصا الوالدين وأستاذي اللي حفظني القرآن الكريم كلمة شكر لمن توجهها؟ وجه كلمة شكر للعاملين على هذه المسابقة واللي نجحوها ولخادم الحرمين الشريفين على دعمه للمسابقات وعلى حفاظ القرآن الكريم في مملكة العربية السعودية أعزائي المشاهدين وصلنا وإياكم إلى مسك الختام ختام مسابقة الملكة عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها التاسع والثلاثين هنا انتهت تغطيتنا ورسائلنا نلقاكم بإذن الله في التغطيات ورسائل جديدة قادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته جبال الشاهقات على المدى تخشعنا عند تلاوة القرآن فاحفظ كتاب الله تحفظ دائما ما أسعد الحفاظ في الأزمان شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة المترجم للقناة